اجابات فيديو الاسئلة لشهر مارس عشرين تلاتة وعشرين يلا بينا السلام عليكم يا شباب الاخبار فيديو جديد انا احمد سامي والنهاردة ده اجابات فيديو الاسئلة لشهر مارس عشرين تلاتة وعشرين شهر مارس من اجمل الحاجات اللي فين والحمد لله جاي لنا شهر رمضان اتمنى يكون يا رب ربنا يتقبل صيامكم وطاعاتكم ويكون الصيام بالنسبة لكم تمام حكولي كده في التعليقات يا اخبار الصيام معاكم ايه منشور الاسئلة بسرعة منشور الاسئلة هو عبارة عن منشور انا بحطه في القناة هنا كل شهر بيعمل وجود طول الشهر وانا بعمل فيديو اخر الشهر اجاب على الاسئلة اللي فيه يعني المفروض لما تكون بتشوف الفيديو ده يعني البوست او المنشور بتاع شهر ابريل بينزل في القناة في التبويب بتاع المنتدى انا بتدخل على القناة نفسها بتدخل في التبويب باسم المنتدى او كميانتي وتخطي الاسئلة بتاعتك دي طريقة اسهل عشان لو عندك اسئلة قادر ان انا اجيب عليها والناس كلها كمان تبقى سامعها والناس كلها تستفيد برضو منشور الاسئلة ده من الطرق الجميلة جدا لتقدر تزود بها معلوماتك لان اولا الاسئلة اللي فيه بتقى فعلا مهمة يعني بيتقى باش في اسئلة بسيطة غالبا بتأثيرها قوية وبتقى في موضوعها مختلفة كتير فده بيكون شيء كويس عشان تقدر تزود معلوماتك شغل الناطق قبل ما نبدأ بس عايزة اقول لك ايه رايك في الانترو بتاعت الناطق بتاعي بص قول انت رأيك ايه اوكي مش تغلاش واضح اني بقى سجل على الجهاز التاني المهم عندك هنا اربعة واربعين اتنين واربعين تعليق فبس ده ما يغرقش ممكن يبقى فيه تعليق في عشرة اسئلة ده العادة يعني احمد عبدالله اول حد السلام عليكم شكرا لك اخ المحترم على ما تقدم انا مبتدئي في الحاسوب اكثر اتمامي تصفح المكتبات الشاملة حضرتك قدمت نسختين محمولة حجمها سبعمائة واثنان ميم وصامت حجمها اربعمائة واثنان واثنان وعشرون ميم وسؤالوا لماذا النسخة المحمولة تنطق بطريقة غير جيدة بعض الكلمات مثل مجلد جديد وبسم الله الرحمن الرحيمي طبعا بدون تعديل القموس مع التامنيات لك بالتوفيق اه بص هولك الحاجة هو بيبقى اصلا اللي منزل النسخة نفسه مزبط شيئا حاجات في القموس بتاعها تمام؟ يعني فيش حد بينزل النسخة من غير ما يلعب بيها شوية تمام؟ فبيبقى بعض القواميص افضل بتبقى قلة النطق نفسها ساعات افضل حاجات كتير من النوع ده يعني فيها مصدي يعني بيتهيالي النسخة المحمولة دي كبتاعة اشرف هلال اشرف هلال مستخدم حاجة عن طريق سيبي فايب فده اصلا بيخلي قلة النطق مش افضل حاجة في الدنيا يعني الطريقة اللي هم بيستخدموها او بيتبعوها في الفكرة دي مش كويسة وعموما يا شباب يعني نصيحة مني يعني ما تستخدمش انفيدي اي محمول اللي اذا انت مضطر انك تستخدمه محمول ليه بقى لان صدق النسخة المثبتة توصل لها حاجات اسرع في النظام بتشتعل بشكل اسلس وافضل يعني دايما استخد المثبتة لو انت محتاج المحمولة استخدمها ليه ده اختيار مش المفروض انك تستخدمها المحمولة دايما فتحي محب المعلومات عن خبرة يعني فتحي محب المعلومات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك ان شاء الله تكون؟ بخير وفي احسن حال في هذا التعليق ليس لدي اي سؤال تقني ولكن كنت أريد ان اقول لك كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الله يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والبركات حبيبي حبيبي تسلم لي يا رب بجد انا بقدر الناس اللي تيجي مخصوص عشان تقول لي كسان طيب وكده فانت حبيبي والله يعيننا ويعينكم على سيامه وقيامه اللهم امين يا رب العالمين ان شاء الله يا حبيبي ان اشكرك على كل شروحاتك الرائعة والجميلة والمفيدة يا رائع وكل عام عنت بمليون خير حبيبي يا معلم تسلم يا رب رب نجزك خير بمناسبة الشرحات قدل لي رأيكم نكمل نحاول نكمل اكتر في مجل الزكاء الصناعي ولا نهد اللي بنتجه لحاجات تانية شوية مثلا او كده ودلوا انت ايه وجهت نظركوا يعني يعني ايه حابة اعرف انت عاوزين ايه عشان اشرحوا لان لو دخلنا في الزكاء الصناعي مش هنطلع انا بفكر ان نزلكوا فيديو عن لينكس قريب والله بالمناسبة انا جبت ميكانيكا لكيبورد صوتها اصعب من اللي فاتت بشوية بس انا اخافي صوتها بالفلتر فاقولولي لو يهموكم الموضوع ممكن اظهركم احنا شخصيا بحب صوتها يعني بحب صوتها في الفيديوهات بس مش هزا دقي حديا بقول لي برضو انطلع رأيكم بلاينك 5 days هذه رسالة هنأة من تشع جي بي تي كتبت بالتعاون مع محمد لؤي بلاينك عزيزي احمد سامي ومتابعي قناتك على اليوتيوب اتقدم بخالص التهاني بقدوم شهر رمضان المبارك اتمنى ان يجعلك هذا الشهر الكريم اقرب الى الله ويستحمك ببركاته الالهية ها هي قصيدة لك؟ حبيبي رمضان وقت صيام وصلة شهر التكريس والحب للمشاركة برحمة الله وبركاته الوفرة دعونا نطلب المغفرة والمحبة اكثر اتمنى ان يجلب لك شهر رمضان السلام اتمنى ان يجلب لك شهر رمضان السلام واملأ قلوبكم بالفرح والافتخار دعونا نجتمع ونفتر ونشارك بركاتنا التي ستستمر مع كل يوم يمر دعونا نفكر على افعالنا وكيف يمكننا تصحيحها اتمنى ان يجدد رمضان ايماننا اتمنى ان يجدد رمضان ايماننا وتقربنا من فضل الله الف مباروك مرة اخرى وتقبل الله حسناتك وصلواتك في هذا الشهر المبارك حبيبي الزكاة الصناعية بجد بقى مرعب يعني وصل لدرجة مرعبة لا تتخيله بص انا بساطة من الزكاة الصناعية مش في كتاب تركود قدمه هو في حاجات انا بملي ان انا اعملها يعني مثلا ايه معظم بتخيني قوي من ان انا مثلا اعود اوصف لحد حاجة معينة غالبا بساطة من الزكاة الصناعية في انه يوصف حاجة او انه او حاجات زكرة بجد جمد قوي وفارق معاها في حياتي جدا حتى موضوع بتاع الجديد ده بجد رهيب قوي فالموضوع بجد حلو يعني يقولول ان اج غابي في التصفح انا ما بحبش اج على فكرة كم التصفح بحسه ريخي مع الناطق بس بالذات اي بس بصراحة انا بطر استخدمه عشان البنت ياه ازاك يا راجل السلام عليكم السلام حبيبي انت بخير وصحة وسلامة ايه ما فيش اي نشاطات او اي فعاليات او مسابقات في شهر رمضان كده معقول ما فيش اي خطط رمضانية مين قال الكلام ده تصدق طب عشان تعليق اجده هيبقى فيه لا طبعا منتظر انك في شهر رمضان كل عام وانت ابوا بخير وصحتي وسلامتي وبالتوفيق حبيبي يا معلم تسلم يا رب لا ما تلاش طالما التعليدة نزل يبقى عمل لكم حاجة حلوة في رمضان بإذن الله كفاء مجيك بس عشان تعرف انك حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تشرح لنا برنامج وتشرح لنا كوارس لغة دارت حاضر ان ايه غالي اطلاب رخيص اصدق في اللوتر بشكل كامل يعني مش وعندي لك سؤال اخر هل بإمكان المكفوثين انشئ تطبيقات اوقات الصلاة واتجاه القبلة يعني ببساطة هل بإمكان المكفوثين انشئ تطبيقات للإذن انا اشترك الكوليس الخاص فيك عن صخرة الاساس في عالم اللوين اهلا بك بص اللي يعني انت تمام بص هالك الحاجة طبعا ينفع للمكوفين وكل حاجة بس هو في طريقين دايما لتعلموا البرمجة ايه هو اما تاخد الطريق الصح اما تاخد الطريق الغلط الطريق الصح انك تمشي بمنتور يعني مورشد زي اللي انا بحاول عمله في الكورسات بتاعتي انا مش بقول كده عشان هي كورساتي والله بس فعلا انا ما شفتش مكان بياخد المكفوفين للنقطة دي خالص ليه بقى انا باخدك من الاول برد على اسئلتك بشكل كويس في جروب مثلا واتساب عندي او على الخاص او في اي طريقة فدايما لما بيكون حاجة واقفة قدامك بقولها لك والكورس ماشي بخطوات سابتة يعني مثلا منهج ده محطوط ده هتتعرفه امتى وده هتعرفه ليه وبختبرك دايما وكده فلو انت هتتعلم تصميم التطبيقات كده اه تقدر تتعلم كل حاجة لكن لو هتتعلم بقى فيديو من هنا على اليوتيوب على مقالة هنا من جوجل على مش عارف ايه من موقع ايه انت مش تعلم ايه حاجة بل بالعكس مش هينوبك من الموضوع كله الا انك بتضيع وقتك بتمسل مجهود ملوش ملوش مقابل وهتكره الموضوع وتمشي منه ده يراضي على اي حد بيتكلم في انك تتعلم برمجك كفيف احنا كمكفوفين بنحتاج اهتمام زيادة شوية في التعليق تمام وللأسف الشديد مفيش مبصر هيقدر يديهولك لان هو مش فاهم انت عايز ايه يعني انا لاحظت ان هم مش ان هم مش عايزين هم بس مش فاهمين يعني هم مش فاهم يقول لك توصلك المعلومة ازاي يعني انا غالبا بقول لك مثل حاجة بالاسم اللي او جوسي قدر يوصلها لك بيه ببقى عارف ما انا ببقى فودني ناطق انت بتبقى سامع عندي ناطق فانا ببقى عارف ايه الحاجة اللي تثبت معاك دلوقتي لو قبلتك مشكلة في الناس كدير بتقبلها مشكلة فاكر ان هي من المحارقة اقول له لا يا باشا الان فيديو بتاعك في مشكلة كزا ببساطة ليه لان انا عارف ودارس ده ده انا عيش معاه سنين فاهمت قصدي فده الحاجة اللي بتخليكو تقدر وتتعلمه برمجة مني صح لكن من المصادر التانية للأسف الموضوع ده ما بيحصلش وبلاقي ان الناس جاية محبطة للأسف بقى قهوة بقى بتاع الجديد ده جميل على فاكرة اول مرة سجل فيديو في رمضان بعد ال في وقت انا مش صايم في دي حاجة ما بتحصله بقى حلو قادر اشرب قهوة انا بكلبكو ايفون فور بلايند بقى لي كتير ما عملش حاجة قدر ايفونها اخر حاجة كانت ايه لعبة 111 في تالي بقى لها شهر او حاجة لازم نعمل حاجة لأيفون اورايد السلام عليكم يا استاذ احمد انا عندي سؤال السؤال الاول كيف اقوم بتحديث انقارئ الشاشة ام في دي اي على ويندوز 11 سبحانه الفيديو اللي قبل ده على توركم بيتكلم عن تحديث ام في دي اي في 2021 انت بتدخل في ام في دي اي في القايمة اللي هي بدوس انسير تاو ان او زر ان في دي اي مع الان ومن قيمة هلب او المساعدة بتختار البحث عن تحديثات او تشيك فور ابديتس على حسب اللغة عندك بس كده بس اسمع الفيديو اللي فات قبل ما تحدث اي حاجة عشان الاضافات بتاعتك ما تبوصش لا ابو حميد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ احمد كل عام وانت بخير كان عندي سؤال انا سمعت ان انت متولي قصحة سي طيب وطبا بي تقلابيت او بلي بيحصول عليه الكفيف او في الكلايه ممكن تقول لي بلي بيبقى اميكانياته ايه بص على حسب لا هو مش متولي والموضى ده ببلاش والله يا بني وهدين حليفي لو انت من المرحلة بتاخد رمات 12 جيجا DDR3 فور اعتقد وبتاخد الهارد الداخلي مساحة 1 تيرا HDD مش SSD ولا حاجة والجهاز بيقى كور i3 جيلي لعاشر بس ينفع تثبت عليه ويندوز 11 وبيحصلوا عليها الواحد في سنة هو كم ويبعض المعلومات الاخرى عن في سنة كم دي يعني لو انت في سنة اولى تاني سنة يعني عصدي لو انت تاخدها من سنة تاني لشان برا خبطكش تدها تاخدها من سنة تاني لكن اللي بيعيد سنة ربعة ما بياخدش ده ده الشرط الوحيد ممكن سنة اولى اول سنة ما تاخدهش عبد الكريم ازاي يبدو ان قبل تلاجعت عن ما كانت تفكر فيه الله يهديها يعني ايه مش فاهم انايه السلام قريب جدا بإذن الله بس انا مستنى مايكروسوفت اتأكد على موضوع الزكاء الصناعي بتاع الاوفيس عشان يبقى بالمرة فمصدي مش عايز ان انا ايه اشارك حاجة وارجع عيدها تاني والكلام لأ محبش الاخبطك فنستنى على ما هم يأكدوا على الزكاء الصناعي لان الزكاء الصناعي هيبقى نازل في الاوفيس كله فهيبقى رهيب جدا فييجي بس ويتأكد ويبقى تمام وهشرح لكم بإذن الله انا شرحت الورد كامل في فيديو واحد ممكن نشرح فيديو للإكسيل فيديو للباوربوينت وممكن فيديو للأكسس وممكن فيديو لجو الإنترنت نبقى بالنسبة لنا كملنا دورة الاي سيدي كلها في خمس ستة فيديوهات وكل فيديو بتكلم في نقطة ايه رأيكم والله فكرة حالة يعني اوفر عليكم مجهود كتير وتحتاجوا بقى بدل مدرسوا شهر والكلام المملي ده ننجس في كلمتين دي السلام عليكم ورحمة الله هو بركاته يا احمد سامي ارجو ان تكون بخير وبصحة العافية لدي سؤال هل ستنزل شرح لألعاب يوجي بص هو انا بشكرك الاول لانك بتحب يوجي يو دي ها بقى اقوى اه يا سلام بص بقى بص فكرة يوجي يو هو في لعبتين اتنين من يوجي يو يعني فكرة كنت لسه بتفرج عليه بقى لشوية بحبه جدا قولي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتحب انا بتفرج دولاتي على ارك 5 كنت زهقا من اول حلقة بس بعد كده بتصراح ارك 5 حلو وفيه رينز بيقوله كويس فمش عارف بس اماما انا اكتر جزء حبيته قبل ارك 5 يعني انا دلت بس مع ارك 5 ما قدرش اقيمه في الحلقة ال 11 او ال 12 تقريبا اه بحب اسمه يوجي يو اسمه ايه ده اه 5Ds بحب 5Ds قوي بصراحة كان لليل الخامسة ده لانه بحس ان انا شبه يوسي جدا نفس طريقة الليبس نفس الكئابة اللي في الحياة كده انا في حيتي في الحقيقة ما بتكلبش كتير خالص فيوتيوب بس ممعم اه في عندك حلين اتنين في عندك المض المض ده اللقبة بتبع برا عن تكست بيس او طريقة كتابة تمام ده طريقة اللقبة العادية اه وانا ما حبتهاش قوي يعني هي حلوة ولعبت وكله تمام بس ما حبتهاش يعني لو احسيت ان ايه اصلا انا مش هو قد اكتب فهم اصدقى تكتب مسلا يعني انت عايز تحط في ورقة معينة بتختار الورقة من ايدك برقامها ودوس انتر بعد كده مثلا بيقولك ان انت عايز تحط لو انت عايز تحطها في الاتاك دوس تي لو انت في الديفنس دوس تي دي مش اكتب فهم حبتهاش فهم فيه نوع تاني غير الماض ده بيبقى كلاينت كده بتقدر تلعب منه اللعبة انا حملته بس سلسة مجردتوش البنت اللي انا عرفته من هو يوجيو اكسس الدسكورد بتاع سربنت اللي بتعلمني عيانة فاولا ما تخف ان شاء الله هكمل تعليم الموضوع واكيد هعمل عنه فيديوهات بإذن الله يعني ده العشق تفهم للمكفوفين ارجو من الله لكن نجاح بحياتي كالدراسيتي والعملية حبيبي معالي بس حاجة محبطة شوية ان يعني هي فيها كل حاجة فعل وفيها كل الحاجات لكن ما فيهاش تربو دول يعني انت مش تركب متسكلة وتلعب كوتشين ما مش موجودة وده شيء محبط قوي السراع للي مش عارف يوجيو هيقول احمد الجن بس هو اه يلعبوا زي كوتشين وهم سيقيهم متسكلات واحد بمتسكلة والتانية متسكلة قصادة ويجروا قدام بعض ويلعب يعني يا شوال انا غريبة بسراع تصدق حاسياتها مش منطقي اللي اما حكيت لكم على مميما فهي دي الحاجة روحية اللي مش موجودة فيها لكن فيها كل حاجة حتى يعني اللينك سامن بتعيد الرينز موجود برضا محمد كرمالا محمد كرمالا سؤالين يا رب يكرمك طلبين شرحي واستعراضي كل من بريف ومتصفح بريفي ونظر عن مميزات كل منهم الفراقي لو تكالمنا عن بريفي ماذا؟ اه اصدق متصفح بريفي يعني عندي فيديوهات عنهم الاثنين لو بدور في القناة هتلاقي فيديوهات عنهم الاثنين ماشي؟ بس بتالي شرح اللي برا اوفيس اللي عندي لأ لأ كان مرة كان حديث كان حديث فدور بس على فيديو بتاع بريفي واللي بتاع اللي برا اوفيس هتلاقي ما اللي دين تعمل بص هو اللي برا اوفيس عموما اختيار كويض يعني انا بحب اللي برا اوفيس اخفي من الاوفيس العادي بكتير وكويس اه مشكلته الوحيدة انه بيحتاج بس ايه شوية ضد عشان تفتح بيه مدفات الاوفيس العادية وتقفلها يعني مثلا لو انت بستخدم ليبر اوفيس على لينيكس فانت غالبا محتاج تثبت خطوط مايكروسوفت اللي هي الحاجات اللي ميكروسوفت استخدمها اللي بيتالي محتاجها للجامعة انا غالبا بثبت الباكتش بتاع خطوط مايكروسوفت على اي توزية لينيكس بستخدمها طبعا لو استخدمت على ليندوز مش بستخدمت حاجة كده كده خطوط عندك ياه ومن الطافقية بحسه مطافق اكتر من الاوفيس العادي بصراحة في البداية شكرا على كل ما تقدمه اللي طلب لو امكن اريد نسخة سمارة فوايسي بصوات لي لو اسهم انت جودة عالية اه مولا ما معي او ما بستخدمهاش بصراحة يعني انا مش هتاخر عليك بس مش معي بص ممكن تسأل السؤال ده على جروبنا على واتسابة غالبا هيدل لك المعادلة معدلة للتنصيب مباشرة شكرا كي دي جي الناير كي دي جي الناير السلام عليكم لو سمحات استاذ احمد ممكن تنزل شروحات الايفون حضر اناي والله انا نفسي عاوزة نزل شراحات الايفون كتابل بس قلولي في حاجة ما ما انا عايزينها ولا عايزين ان انا اكتهل بدماغي يعني قلولي ان انتو نفسيكو فيه يعني هو مشكلة شراحات الايفون حاجة ان في ناس اللي بتبقى ماسكة جزء الايفون ده على قنواتها فلما بحب اقدم لكم حاجة هذا اقدم لكم حاجة جديدة يعني قولي مثلا مشكلة انتو بتعانى منها حاجة عندكم مش مظبوطة احب اشخالكم ده افضل من ان انا ممكن اعمل لكم حاجة بالنسبة لي ممكن تكون حلوة في الايفون لكن بالنسبة لكل المستخدمين ممكن تكون شيء بدائي متخلف شوية فانا مش عايز اعمل الموضوع ده اوه بقى بقى 10 ساعة طيب كويس ان انا عملت الفيديو دلوقتي ايه فين السؤال Villaka السؤال اولي عن السؤال طفوق السؤال الثاني كيف اخلي جهاز الكمبيوتر ساعة ثلاث كيف افحص بطارية الكمبيوتر أربعة كيف اعرف الكمبيوتر لديه دمام ام لا خمسة كيف اعرف مساحة التخزين الكمبيوتر واحد فاصلة صفر 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 او فارق 6 كيف انشئ ام منبه على البتوب امشئ حساب في ميكروسافت تور ثمانية كيف أنسح تطبيقاتي في الكمبيوتر كيف اوسج الاشاشات في الكمبيوتر عشرة كيف? انقل تطبيقات الكمبيوتر الى الاثون اثنى عشرة كيف استخرج الملفات يعني مثلا عندي ملف مضبوط في اسواق كيف? فكلبان دعني. يا لله. طيب بص بقى. براحة بقى كده اخد بقى قهوة كبير معلش? علش بس. ازاي تخلي جهاز الكمبيوتر سريع عن طريق الاداة اللي انا عملتها قبل كده. هتلاقي الفيديو بتاعها موجود هنا على القناة. تقريبا نسمه الاداة الشاملة لتسريع وتحسين الكمبيوتر. حاجة كده. ده اسم الفيديو. ثلاثة كيف تفحص بطارية الكمبيوتر اربعة. ازاي تفحص بطارية الكمبيوتر? ايه برنامج قبل كده اسمه باتري فيه برنامج اسمه باتري انفو فيو بيفحص بطارية الجهاز ويقول لك اه هي كويسة ولا وحشة ولا لأ. بارضو عندي فيديو بيتكلم عن الموضوع ده. هتلاقي غالبا باسم كيف هتفحص بطارية جهازك كيف هتعرف معلومات بطارية جهازك. يعني لو كنتبت احمد سامي بطارية اللابتوب هتلاقي الفيديو. كيف اعرف كيف اعرف كيف اعرف لديه ضمان ام لا خمسة. لا دي مش بتاعت انا. دي 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 من المكان اللي انت اشتريته تقدر تعرف ازا كان الكمبيوتر تدالو ضمان ولا لا. كيف لا خمسة كيف اعرف مساحة التخزين الكمبيوتر واحد فاصلا او واحد فاصلا صفر 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 او فارغ ستة. اه عايز تعرف اصدك المساحة المليانة والفارغة لو انت فتحت الديس بي سي او هزر الكمبيوتر ويفتع على السي وعلى دي هيقولك المساحة اللي فاضية فيها قدي ايه واللي مليانة فيها قدي ايه. اساسا يعني بخبرك منه النفسه كده. اه خلينا اديرك مثال. يعني لو دخلت هو على الديس بي سي بص مجرد انه افتع على مات كمبيوتر ها. شفت بيقولي هنا ان السي فيها كزا والفري سبيس المساحة الفارغة كزا وكده. او ممكن تدوس ويندوز و اكس. ويندوز و اكس. وتختار الديسك مانجمنت. ومن هنا هتقدر انك تزبطها عادي. اهو. زي ما نشايف هنا بيقولك كل حاجة محتاجة تعرفها عن السيستك. ازاي تنشأ منبه على اللابتوب. هتدوس على العلامة. دوس على start. وكتب alarm او منبه. هيفتح لك البرنامج الالارم الاساسي بتاع الويندوز. ويندوز 10 او 11. وهتقدر من خلال ان انت تعمل حاجة او منبه جديد. هتدوس عليها وبعدين تختاري التاريخ. يعني الوقت اللي انت عايزه. مثلا اقول له خمسة المغرب. مثلا او ستة المغرب. او مثلا الساعة تلاتة الفجر عشان اتصحر. بس شوف الوقت اللي انت عايزه. ام بيبقى الصبح. بي ام بيبقى بالليل. يعني من اتنشر بالليل. لاتنشر الظهر ده ام. ومن اتنشر الظهر. لاتنشر بالليل. بقيت اليوم يعني بي ام. فاهمني? اه الخمسة المغرب ده بيقى بي ام. لكن تلاتة الصبح ام. فاهمني? بس. دار فكرة ما فيه. بعد كده في عندك زرار اسمه بتدوس عليه تقول له انت عايزه يتكرر كل يوم ولا يتكرر كل اسبوع ولا مرة واحدة بس. ها بيقى مزبوط على مرة واحدة بس. بس بتدخل على اوتلوك دوت كوم. صفحة جديدة من جوجل اكتب او يو تي ال او كي دوت كوم. انتر. هيزهر معك المكان. لو لو الناس كتير مهتمة ممكن عملوك فيديو عن الموضوعي. انا شايف انه صحلة بس يشوف انت عايزين ايه? اه بعد اما بتدخل على اوتلوك دوت كوم بتعمل انشاء حساب جديد وبتمدل بيانك كأنك بتعمل جيميل كأنك بتعمل ابل اي دي كأنك بتعمل اي حاجة? يعني الحوار بسيط قابل. فاهمني? بس ده كل الموضوع ما فيه. بس. وبيبقى دوت اوتلوك دوت كوم. ممكن هاط من نفس الحاجة. ايه الفرق ما بين دو ده ولا اي حاجة. اه بس كل الموضوع ما فيه على حسب انت بتفضل ايه? من الاكستينشنز دور. الفرق بينهم مش حاجة يعني تتاخد في الحسباني. وين فهتدخل بيه على ستور على ويندوز اليفن. على اي حاجة. كيف انسح تطبيقات في الكمبيوتر تسعة? كيف الكمبيوتر تسعة? آآ بتكتب آآ بتدوس ويندوز وايكس. وتختار اول واحدة. program install program او program and features على الحسب. واللي بالتاب هتلاقي لستة فيها البرمج بتاعتك. دوس على اي برنامج منهم انتر. وتاب مرة واحدة هتلاقي كلمة او ريموف. دوس على اي انتر. او حسف لو انت بالعربي يعني. دوس على اي انتر. البرنامج هتنسح معك. ازاي بتسجل الشاشة في الكمبيوتر عن طريق رامج كتير. منهم عندك آآ اللي انا بستخدمه في التسجيل دلوقتي اسبه OBS Studio. بس البرنامج في شوية مشاكل كتير مع طافقية مع قراءات الشاشة. مش سهل ان اي حد يعمله. يعني غالبا محتاج موبصر او ان انت تكون قادر تستخدم الماوس عشان تقدر تصبط البرنامج. على اقل الاول مرة تسجيل. لكن بعد كده. اختصارات الاختصارات اللحظة المفتاحة بتبقى كويسة هنا. في برنامج تاني اسمه فاستون كابتشار وفي برامج كتير قوين. في الكمبيوتر عشرة. كيف انقل تطبيق الكمبيوتر الى الف لام. ايفون اثنى عشرة. ما ينفعش. اه التطبيق اللي مخصص للكمبيوتر بيقادل الكمبيوتر. اللي مخصص الايفون بيقادل الايفون. بتحمله من الاب ستور او متجر التطبيقات عندك على الموبايل. لو عايز تنقل حاجة ملف من دل ده بتبقى بتوصل لوسطة بتاعتك. وبتحمل ايتونز على الكمبيوتر بتاعك. بس ومنها تنقل الملفات. وعندي طريق عندي فيديو شرحت فيه طريقة نقل الملفات عن طريق الايف تي بي. فده اسرعه من غير ايتونز والموضوع زي العسل. بتاكش تحمل برامج اصلا. كيف? 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 استخرج الملفات يعني مثلا عندي ملف مضغوط في اصواق? اصواق اصلا. كيف? فيك? الباند عنه? لا هو مش باند. هو انت بتقف بص بتقف على الملف وتدوس ابليكيشن او القيمة يعني او يا لو انت على اللابتوب ما فيوش زر ابليكيشن دوس shift وقف عشرة. هتختار منها كلمة extract او استخراج لو انت الجاهز باللغة العربية. اقول له انت را هيستخرجه معك. لو انت على الموبايل سواء اندرويد او ايفون كل اللي عليك ان انت هتحدد الملف وتدوس مزيد من الخيارات وهتلاقي استخراج بعض. فهيستخرجه كملف جنب الملف المضغوط. لكنه. مهرجانات شعبي. ليه كده? اديله يا مهل تعالى. اسلام عليكم استاذ احمد سامي في البداي هي احب اقول لحضرتك انا بحبك جدا. واتعلمت منك حاجاتي كثير بس انا. حبيبي تسلم. عندي ليبتوب وكل ما اجي اثبت اين سخي هي ويندوز او ان. في دي اي مشراضي يستقبل ما هو الحل بس انا ولا بتاعي موديل قديم. طب بص انا تحت امرك بس هو يعني انت وقعت في مشكلة صغيرة هي ناس كتير او بتعفهم اللي اتبعت لي. نعم هو مش شغال طب ايه اللي ازاي مش شغال يعني اديني في رسالات خطأ بتطلع. مثلا مش راضي يعمل بوت. لا لما بيجي ثبت بيجيب ارور يعني ما هو وصل فكرة. يعني دايما المعلومة دي او والنقطة دي بتبقى عامة جدا ووالله اصعب بتنرفزني بجد. لان في ناس بتزوى ان انا ما بقدرهمش. طب انا مش فاهم ايه المشكلة. يعني هو في فكرة انه مش راضي يتسبت. ايه دي ايه حاجة والنسخة حاجة. فاهمني? فالفكرة كلها محتاج معلومة دقيقة شوية. عشان اقدر اساعدك. امسح كل النسخ اللي على جهازك وسيب نسخة واحدة بس هي اللي متثبتها. وده قصلا انا افرض الصحة اللي يتعامل يعني. التالي التلاف نسخة اللي انتو بتثبتوهم ان انا للحضراتي مش قادرة فهم سببهم ايه ضل مشكلة. ما حد شامل. ايه جو. زيكيا استاذ احمد عامل ايه يا رب تكون بخيري انا بس. في حاجه عاوز اعرفها منك ايه الفرق ما بين اكابيلة. طيب واكس وكابيلة رسميه واعوز الاساليك سؤال تاني هو الاجانب لما بيجوا بيقرأ وقراني مش قصد في. السؤال بس بيقرأ وحبل له بتاعتنا ولا بيقرأ وحبل له بتاعتهم. بص هو انا انا مش خلاني الاول في السؤال الاولين. اكابيلة وانفوكس اللي اتنين رسمين. مش هي لكن انفوكس عبارة عن اكابيلة محمولة. يعني ايه? يعني ينفع تاخدها معك على اي حاجة. وغير كده بتتثبت على السيبي فايف. يعني لو انت اخذت بالك من الفيديو اللي فات انا عندي اكابيلة على السيبي فايف غير محرك اكابيلة. انا عندي الاتنين في جاز ده. فالاكابيلة اللي على السيبي فايف دي مخلييني اقدر اعمل ايه? مخلييني ان انا اقدر استخدمها مع عجوز استخدمها مع الالعاب استخدمها مع اي حاجة انا حر. دي ميزة. مش هي? برضو عندي بما ان عندي انفوكس فمعايا فلاشة كده صغيرة. الفلاشة دي بقدر احطها في اي جهاز من الاجهزة اللي موجودة قدامي. تشغل انفوكس على طول. يعني مسلا الجهاز ده معلوش نطر. لأ مجرد ان احطها في الجهاز هيشتغل انفوكس باكابيلة رسمية بالدني دي كلها. دي الفرق ما بين اكابيلة وانفوكس. انفوكس عبارة عن اكابيلة. على فلاشة بيقفها بيقفها اربع ترخصات. وبيقفها شوية برامج زيادة زي برنامج مثلا بيحول النص الكلام طرق تانية للنطقة افضل كده يعني هو ده كل شغلها. همني? طيب بالنسبة للسؤال بتاعك للاجانب لأ هما بيقروا القرآن زينا. يعني هما بينطقوه. يعني زي ما انا وانت بنطق القرآن باللغة العربية هما بينطقوه. لكن في تطبيقات تمام? معايا تطبيق على الموبايل. حلوة قوي كنت بنديل حدا من اصدقائي يعني اللي هو من اصدقائي المسلمين الاجانب. فبيقه هو مكتوب الاية نفسها وتحتها النطق بالانجليزي عشان يعرفه انت اوصح. وتحتها الكلام نفسه يتقر ازاي? يعني في نسخة من القرآن مترجمة للانجليزية. في نسخة من القرآن مترجمة للإيطالية. ده مش عشان تحفظها بالموضوع ده عشان تفهم الكلام بس بيقول ايه. عشان تتفاهم المعنى. لكن ما ما ينفعش. انت عارف انت فكرتني بمواقف صغير حصل معانا في الجامعة في مرة. من ساعة عرفت ان الاديان السماوية غلط جدا ترجمتها. يعني ما ينفعش الترجم الكلام. ممكن تكتبها بحروف اللغة يعني مثلا الحمد لله رب العالمين. تكتبها بحروف تخلي الناطق بتاع اللغة يعرف ينطقها. بس ما اتغيروش. كنا في كان الكلام ده في سنة تانية في الجامعة عندي. كنا بندرس نصه من النصوص يعني. الكاتب من الكتاب الإيطاليين. فجي جزء كان صعب قوي ما احناش عارفين نترجمه. لا احنا ولا الدكتورة. فقعدنا يعني مسكنا الجزء بهدلناه ترجمة. وكل واحد يقول وجهت نظره وجهت نظره وجهت نظره كتير. لحد لما قام ماريو صاحبي قال على فكرة ده جزء من الكتاب المقدس. فاحنا كلنا اعتذرنا له. احنا اسفين يا ماريو مش قصدنا. والدكتور لغة الجزء ده. مش لغته يعني ايت لأ. قالت يا شباب الجزء ده. هناخده اطلاعا بس لان احنا مش فاهمين. فاحنا محتاجين حد ديني هو اللي فاهمه لنا. فالمشكلة ان احنا لما ترجمنا الكلام بالعربي من الايطالي. سواء احنا ولا الدكتورة طلع كلام ما احناش فاهمينه. لان احنا مش دارسين ما عندناش علم الدين ده. فاهمني? فبالتالي حرام. يعني هو مش انا اللي اقول حرام وحلالي بس انا شايف انه مش صح. الحمد لله. تفضله معي قهوة شباب. عبدالكريم ابو عيشة. يوسف سعيد. عبدالكريم ابو عيشة. يوسف سعيد. عبدالكريم ابو عيشة. بتهي لازم نستعرض شيطة بقد نيف رمضانة. انا عندي كزا تطبيق ديني نفسي استعرضه معاكم. سأقوم لحافظوا القرآن او كده باستخدمهم دايما. وانتو ايه رأيكم. هل الذي سمعته عن انفو باكس فور صحيح انها غير متوافقة مع ويندوز 11. لا طبعا انا باستخدمها على ويندوز 11 رأيشة غالة زي الفل احدث اصدار من ويندوز 11. منارة العالم. منارة العالم. بحب الاسم ده قوي قوي. بتفكرني بحد غالي علي بشكل لا تتخيله. ده العظيم. اسأل بقى براحتك. رحتك خالص وانا هاجب عليك. مفيش تطبيق للويندوز في مسلسلاتي وخصوصا المسلسلات التاركيه التاريخيه زي المؤسس عثماني مثلا. اه هاولا. بيه تطبيق المنصورة. لان ما ينفعش اقولي اسمه الصحة عشان الفيديو ما يتحذرش هه. اسمه المنصورة تيفي. اه لو عايز تعرف الكلمة الصحة هو كان فيه اسطورة الكفيفة. لو انت فهم اصدقى. التطبيق ده على اندرويد بس. طب لو انت عايز تستخدمه. ممكن تستخدم اللي هو الويندوز سب سيستم فور اندرويد. تفهم؟ ده الحلال وحيد من نوجة نظري عشان تستخدم حاجة بالشكل ده. او طبعا اما تفتح ايش بست يعني. دي المواقع المتاحة عادي. منارة العالم. منارة العالم. منارة العالم. هل لو انا قلت ايش بست في الفيديو يحصل لي حاجة؟ مش عايز بسراحة. ده الكوكب كله بيقول. السلام عليكم هل عادي لو جبت شاشة كبيرة لان كومبيوتر بي سي. ميمو اولا بيتوب بحجم بين اربعون وخمسة وخمسون بوصة لن هذا اريح لي. طبعا عادي ده اقول لك الحاجة انا نفس اعمل كده والله. بس الاسف الشاشات غالية. يعني لو لقيت شاشة بسارة مناسب ابعتلي وقول لي وانا هشتريها معك برد. انا نفس في الشاشة بالحجم ده. ده دي قمة العظم اصلا. هو كلنا محتاجين شاشة كبيرة. انا شاشتي كويسة بس لو شاشة كبيرة طبعا هتفرق معي كتير. بس هقول لك على فكرة ممكن تجيب شاشة تلفزيون لان الشاشات العادية هتبقى غالية. لو استطاعتك انك تشتري شاشة كومبيوتر بحجم اربعين بوصة فانت بطل. يعني بس لو ما تقدرش انها فعلا غالية ممكن تشتريك شاشة تلفزيون عادي. ليه الشاشة بتاع التلفزيون متوصلها عادي بالكمبيوتر هتدعم عادي مش هتقول لا. هو الفرق الوحيد بس يعني لو انت بتسمع الناس من اللي بيعملوا مراجعة اقول لك لا ما تستخدمهاش عشان الجرافيك. ومش اعرف بتبين خمستاشر مليون لوم مش سبعتاشر. كلام فاطئ. يعني انا بقول لك هو كلام فاطئ. بحالتنا احنا مش شايفين اللي خمستاشر ستاشر لوم بالكتير قوي. ده اذا كلنا شايفين. محبئات تقنية. انا وانت يعني نفس الوضع. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. رمضان مبارك عليكم. عاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه. وجعلنا الله وإياكم من عتقاء النار في هذا. امين يا رب العالمين امين. الشهر الكريم. نبدي بالاسئلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اخوة بقى قهوة بقى. عشان ايه انا عارف الرجل ده هيخبطني ستة وتمانين سؤال. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد ما الفرق بين السعي والتضحية حتى تصل هدفيك. وبين تحصل على هدفيك بأسهل الطرق. اثنان ليش ميزات. طيب. بص هقول لك على حاجة. هي نفس الفرق. نفس الشيء بالزبط عامل زي ايه. ليه ممكن اشتري. ممكن احوش واشتري موبايل بدل ما اسرقه. تفاهم مصدي. مش بالشكل ده. بس هقول لك على حاجة. دلوقتي مثلا. انت لما بتتعب قوي عشان توصل للحاجة بتاع رقف قيمتها. بتحبها. يعني انا ايه اللي بيقلم خليني بحب البرمجة اكتر من اي حاجة تاني. لو لاحظت. لان انا اتمرمطت عشان اوصل لده. زمان محررات الكود بتاعتنا في البرمجة مكادش متوفقة. فكنت بعمل ايه? بكتب كلمة واحدة في الكود. يعني انا مثلا عايز اكتب كلمة public. فبكتب حرف P. تمام? فالP جاب لي منها مثلا خلان اقول تلاتين اختيار. طبعا انا مش عارف ان هم تلاتين. خليك معايا للاخر. فدس P ودس Enter فيجيلك كلمة. اروح واخد الكلمة cut. وحطيتها في النطبة عشان اقراها. طب مش هي اروح دس P. ارجع للمكان تاني. وضحت دس P. خلاص انا كده هواقف على الاختار الاول. وضح دي السهم التحت. و Enter عشان الاختار التاني. واخدها كاتف وشوفها. طيب وروح راجع تاني. طب هم مش دول. نفترض انا جربت تسعة. هروح دس P. واحد اتنين تت اربعة. خمسة ستة سبعة. تمانية تسعة عشر. و Enter. فهمت قصدي? ده بقى خلي بالك ان ممكن كل اختيار الصحي. مش في الليست دي. بعد ما تعدي مثلا خلينا اقول خمسين عنصر. و ده خلي بالك ده في كلمة. ده في اختيار. من ضمن برنامج كامل. فالزول اللي انا شفته وقتها ده. دلوقتي حرفني ان احنا مش بنبرمج. احنا بنعمل لها بعيال اصلا. فده خليك تحب الموضوع. لكن عامل بالزبط زي ان انت لو في حاجة معانا انت بتستسهلها او. حاجة معانا جاتلك بالرخيص. هات والله متعتها هتروح بعد ما فيش. يعني انا جربت الموضوع ده في حاجات كتير قوي. متعت الحاجة بتروح في ثانية. هي جاب بالسهل كده كده هتروح بالسهل. ده رأينا الشخصي يعني. عادي لأ هم بيعملوا بوش لبعض المميزات لويندوز 2 عادي جدا. متلاقش. ده مش عايد. لأ هو هقول لك هل بص بص. دي مش ميزة في الويندوز نفسه. دي ميزة في ايج. هقول لك على حاجة. هم حدسوا المايكروسوفت ايج نفسه كا ايج. مش كا اا ويندوز 11. اه انت انا قصدي ايه. يعني دازم دايما تفرق ما بين الميزة اللي في المتصفح. كبرنامج منفصل. والميزة اللي في كده. تمام. بس يدري فكرة ما فيه. هتبقى بقول لك على حاجة. انت ينفع تشغل التابس بتاعة النوتباد على ويندوز 10 على فكرة. تخيل بقى. يعني انت ممكن تحمل النوتباد بتاع ويندوز 11 من مصدر خارجي ويشتغل معك بالتابق. طبعا هو نتيجته زي الزفتو انا بحبوش اساسا النوتباد الجديدة دي. بس تقدر. فدايمن البرامج مختلفة شوية. حتى بتاعة ينفع تستخدم بتشات جي بي تي على ويندوز 10. هو عموما اصلا يعني انا هيك ان ويندوز 10 الدعم يتشامع عليه ويندوز 11 الدعم يتشامع عليه برضو قريب. تخيل الاحباط. عشان هما بيتجاهزوا لويندوز 12 دلوقتي. واخد ستايل ماك او اس كده. لو انا مش فاهم الناس دي بيتفكر في ايه. شفت جالي اشعار ان انا شوف متطلبات التشغيل بس بصراحة ما كانش ليه مزاجة بص اصلا. اوضحوا الميكروسوف اج يجنين قط بلانك. وتطبيق الموسيقى. اه بس ما هي الفكرة في كده. وعلى فكرة ينفع تحمل كليب تشامب برضو على ويندوز 10. من ناحيتي لو كل المميزاتي وصلت فاشحاجتي انقلام 11. اه لا هي مش كلها. يعني عارف انت اللي هو ايه. البرامج الجديد هتوصل لكن المميزات السيستم نفسه مش هتوصل. انا ما بقيتش عارف استخدام ويندوز 10 تاني. بسبب بعض المميزات اللي في 11 اللي انا مش قدر استخدام عنها. ده الويندوز ترمنل بالشكل اللي هو فيه دلوقتي. دي حاجة انا مش قدر استخدام عنها. الفيرشول ديسكتوب. ان يبقى فيه كذا ديسكتوب. يعني انا عندي OBS محطوط على الشاشة الاودانية. اصلا. او على السطح المكتب الاولاني وبيسجل. انا دريتي على الديسكتوب التاني اساسا. فهم اصدي. ممكن احط حاجة على الديسكتوب التالت اشوفها مثلا او اراها او كده لو لاحظته دايما انا بستخدم الميزة دي في كل فيديوهاتي. يعني مثلا ايه تلاقيني دايما المتصفح بيبقى على الشاشة التالتة. لان انا عندي انا بخلي خمسة مثلا. فساعتي يبقى التانية او التالتة على حسب انا فاتح لعبة ولا لا. تمام. الاولى دايما OBS بس. ايه ده بيقى OBS. ولو هفتح المسنجر. او ديسكورد ايه تطبيقات المحادسة. تمام. دي الشاشة دي دي الديسكتوب الاولاني وهكذا. فلو لاحظت هتلاقيني ما بقلبش يا بين النوافذ في الفيديوهات بتاعتي. بل بالعكس انا بروح من دل ده. ده اولا بيسهد مخي انه يستوعب ان فيه سيكشنز. يعني السيكشن الاولاني. ان انا بتكلم مع الديسكتوب الفاضي. بعد كده اقلب الشرطك اتروح للسيكشن تاني في المتصفح. فانا اه عارف ان انا المتصفح هشرح لك العكتلة هم تحملها كلها. والتابعة مفتوحة. السيكشن التالت. للفولدر اللي فيه المالبرنامج. فمعروف ان ده للتثبيت. فبالتالي يبقى مخي متعود ان ده للتثبيت. فالموضوع جامد جدا بسراحة. من ناحية. اللي هي بالمناسبة كانت موجودة في ويندوس 10 لكن ما كانش موجود لها شورت كاتس يعني. لالما بالشيء. ميكروسوفت بتستهب البس. ثلاثة ما هي بلو داث سكرين. البلو داث سكرين دي لها شاشة زرق كده كبتيجي زمان بتاعت الكريش دومب. دي كبتيجي بتاعت الرامات اصلا. الناس كتير كبتقولك الويندوز بيقع والكلام ده لأي الرامات لما بيحصل فيها ايرور. بتجيب شاشة زرق كده وعلاها كلام بلون ربيض هي دي. ما بقتش تظهر اصلا بقى كتير قوي ما. ما تجدش حدا بيشوفها. من زمان الكلام ده كان يعم ويندوز اكس بي. وشتعل شوف سيفن وفي بداية ايت لكن ما هيش موجودة دراعتك. ممتاز. بلانك ممتاز. بلانك أنا من ناحيتي بعرفها لا سألت عشان غيري يعرف عن شو نحكي. بلانك بس بيتصدق انو شغلتها على ويندوز 11. ازاي ازاي. بلانك هيكل سيستم علق كان فاطح ستة تطبيقاتي واشغالين. ازاي. ستة ضبس. بلانك اضغطها ضغط مشراضي يستجيب. لحتى هو من حاله شغل شاشتي لونها ازرق السماوي وعمل اعادة تشغيل. غريب بص يا غريبة. بس بصراحة ويندوز 11 عبارة عن شوية بوجز محتوط على بعضها وسمها ويندوز. لو خدت بالك شوف الويندوز الفيديو اللي انا ضمرت فيه ويندوز 11. انا وردتكو اساسا ان انا ما انا ضمرت حصل ايه. فهو ويندوز 11 ما هو الا ويندوز 10 ومحتوط له شكل من فوق. بلانك. بس هاي قبل تحديث اثنان وعشرون ايج تو. والله هي اتمنها عشرين ايج تو ده كان من اغبط تحديثات. عارف شو ما امر فينا وبنفسهم لي كده. متذكر قبل 15 الام 16 سما كنت برضو اشغل هابيس عند تثبيت ويندوز اكس بي. اضغط على ويختح وتفشل وعملية. بزر. التثبيت طفول كنت مفكر قلب. باب اصنصير. طيب انا وانا الصغير كنت هموت وحط صبعي في مكان السيدي روم عشان اعرف الفريش او الستوانة لما بتدخل جوا بتقرأ ازاي. بجد كنت هموت وعرف الموضوع ده بيحصل ازاي. عاولت بكل الطرق اللي ممكن تتخيلها وبرو ما بيرضاش يقفل لدرجة ان اعملتها مرة بعنف كنت اكثر في سيدي روم. بس الحمد لله يا بابا لحقني وفهمني بالعقل. مش بالعقل اقوي يعني برضو. بس هاي الاسئلة. بلايك بارك الله فيك. حبيبي. كلاعدا دايما بحب اسئلتك ودستنى تعليها كل شهر. ابو حميد. السلام عليكم كيف يكون صوتك مو فالترة وواضح وما البرنامج المستخدمي وما اخرى اخبار اداهم المول fails. طب استنى 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 استنى. واحد واحد. عليكم السلام عليكم كيف. يا كون صوتك مو فالترة وواضح فالترة سباي. بص هو انا مش يعني مو مفلتر وواضح لا انا حاطت فلتر على المايك بتاعي اصلا على فكرة ليه بقى ان لو انت بتسمع صوتي من غير المايك بتاعي اولا الصوت هيبقى مزعج جدا انا مش عارف هال ينفع اعمل ده وانا بسجل ولا لا بتالي هجيبلي بجهة بس اقول لك انا عايز تعرف صوتي من غير في فيديو عندي لو كنت بقول كيفية استخدام مايكروفون الهاتف كمايكروفون للكمبيوتر اسمع جزء من الفيديو ده كده اشوف لما انا حولت المايك الموبايل من غير الفرناتر الصوت حصل في ايه صوت الكيبورد بتاعتي عالية جدا جدا لدرجة تحت خيالها وكان صوت العصافير بتاعتي باينة في الفيديو وغالبا صوت التكييف يبقى باين وحاجة كده فونتها الازعاج فانا موضع بيقى صعب ابي قوي لكن زي ما شايف دلوقتي هو الصوت مش عالي يعني وانا بكلمك مش عالي بس فيه فلتر مخلي ان ضغطاتي على الميكانيكا الكيبوردالية بيني وبينها تقريبا بتاع سبع سنتي او عشرة سنتي مش بينه فاهم ده يعتمد بقى على كارت الصوت وجودة المايك اللي انا بسجل بيها الاول غير كده او بي اس استوديو برنامي كويس جدا في موضوع الفعلات اللي بسراحة اه مالتي اكستران بقالها ست شهور ولا حاجة مش شغالة واحمد فقد السورس كود بتاعها للاسف والله ولا انا معي رابط لي انا وانت انا فعلا مش معي رابط لي فحشيتني اللي بدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا غالي وزي احوالك اه بص هو الموضوع ده في تفاصيل كتير قوي يعني افضل طريقة منهم افصل الصوت عن الفيديو برنامج التعديل اللي انت بتستخدمه وبعدين خد الصوت دخله على برنامج صوتيات اعمل عليه فلاتر وزبطه وزبط الدنيا كله ورجعه تاني فهمني ده افضل حل من وجهة نظري لو انت عايز الجو الاحترافي قوي يعني ما انت محددت ليش برنامج معين فده اللي يمشي مع كل البرامج في طريقة بتنقص صوت المايك برنامج اسمه كريسب ايه رأيكم الشحوركم حلوة قوي يعني حتى لو حدا بيصوت في المايك بتاعك هيطلع الصوت كويس لدرجة انه بيعمل حركة مجنونة جدا جدا والله ايه هي اه ان هو بيخلي يعني لو انا مثلا بكلم حد معين والحد ده عنده وش فبينقص صوت في السماعات بتاعتي ما بسمعش الوش اللي جنبه رهيب فممكن اشرحه في فيديو فعلا ايه شيو تعالى ينفع حضرتك تحت رابط اقدر اثبت منه اللي هو اصوات الفيج ولا يزر للانفيد اللي هو الاصوات اللي هي الجودة اللي هو اللي هو اللي هو اللي امنا يا جو الرابط في الوصف بتاع الفيديو اللي انا كنت بشرح فيه الموضوع اي فيديو بشرح فيه الحاجة بيقى موجود رابط اصلا مش معيه فممكن تروح غالبا هتلاقي دايما اول رابط يعني اولك الحاجة لو بتسمع فيديو اكابلة رابط اكابلة اول رابط فراصف لو بتسمع فيديو بوكاليزر رابط بوكاليزر اول رابط فهمني لا انت اسألتني عادي براحتك انت براحتك انا عارف انك مش عارف ليه او ما فيش اي حد اينا مش عارف ليه بس ممكن تعرف الموضوع ده بعد فترة بس يعني انت اسأل براحتك ازاي اعمل كلمة هسر لاي ملف انا عوزة من غير ما يكون مضغوط يعني مثلا لو افترضنا انا بكتاب مذكراتي او يومياتي بصيغه الوارد ازاي احط على الملف ده كلمة هسر اا مش عارف صده بقى بجد مش عارف هو انت ممكن تضغطه تضغطه كملات في المضغوب بس تحطره كلمة سر مش عارف بس اشوف الموضوع ولو كده يعني اما هعملولك في فيديو الشورتي اما ممكن اعمللك فيديو كامل له يعني اشوف الموضوع يستاهي الفيديو قصير ولا لأ عامني عبدالكريم ابو عيشة لينك هارين ملف مينك تيروين ما اخبار اكابلتي تي اس على الايفون ايو اس اه السؤال ده بيجيلي كتير قوي بس انا لسه مكلم اكابيلا من اسبوع بالزبط رئيسي المباشر في اكابيلا فهتنقشنا في النقطة ديت وخلاص فهمه ايه اللي المفروض هيعملوه يعني انا حتى بعتلوهم كود وحاجات زي كده وتقريبا حددنا الفكرة بس اكابيلا دلاتي مشغولين باصواتهم الجديدة اللي اسمها اي 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 فويسس ودي عبارة عن اصوات بتتستخدم الزكاء الصناعي حاجة روعة جدا انا مش عايز اقول تفاصيل اكتر من كده عن الموضوع فهم يعني هم استسمحوني ممكن حتى توريك الايميل فهم استسمحوني ان انا استنى شوية على موضوع اكابيلا فور اي اس لان هم بيحاول يشتغل عليه بس هو مشروع ثانوي مش رئيسي عشان المشروع الرئيسي هو الاي اي اي فقالولي ان احنا بنستسمحك انت والمتابعين بتوعك ان انتو تتفهموا الموقف يعني فانا عن نفسي متفاهم بس هو هقولك اسهل طريقة حمل ادخل على موقع مايكروسوفت حمل الايزو بتاعة الويندوز يعني حمل الويندوز الايزو العادية دي عارفها الاربعة ستين والشكل ده وادخل عليها وثبت منها وهي اه وهي موجودة على الكمبيوتر عادي من غير اي مشكلة ثبت منها مش حضايا ملفاتك ولا تعمل اي حاجة لكن هتخليك على احدث اصدار ومش نصحة تجربة اي حاجة ازاك الشيخ احمد السلام عليكم كان عندي سؤال بالنسبه المحرك اكابيلا تي تي انا باستخدام صوتين من اصوات اكابيلا دائما نوع ايه الموبايل بصة هو ممكن كزا يعني ممكن كزا مسبب ممكن يكون ان التحويلة اركائي مش افضل حاجة في جهازك بالنسبه للمحرك اكابيلا ان فيه اجهزة بتعاني معاه ممكن يكون البطارية اساسا بتوقف اكابيلا نفسه فممكن نجرب استخدم اوتا تي تي اس مثلا فيه حاجة اسمها مالتي لينج واتي تي اس بس ما جربتهاش فجرب استخدم اوتا تي تي اس يمكن يزبط معاك الموضوع ده انا عايزة اعملكم شرح عن الوضع دي تي اس والله ايه معلم انت انت اواخد المضاق نش بص هي متوفرة عند الموازع اللي في الواطن العربي اللي هو انا النطق للتكنولوجيا مش موزعين اكابيلا في الواطن العربي ماشي فهي عندي يعني انا عندي انفوفوكس لو عايزة بس مش عارب بقى ايه النظام بالنسبه للمدرستك انا موجود في مصر في القاهرة شوف الدنيا وانا تحت امركو بالمناسبة يعني للتوضيح ما يعني بحدش سأل الموضوع ده غير ربحي 100% انا قردي بس الموضوع معايا ليس الا عشان لو حد عايزه يعني وشغلي مع اكابيلا مش شغل ربحي شغل اه تقدر تقول منصب شرفي تقدر تقول حاجة للتسهيل عليك وحاجة زي كده وانا انا عارفك اللي طلبت كده السبب لاني مش عايز حد يبقى بيحدد على كلامي يعني مش عايز لما اطلع اقول المنتج ده زي الزفت حد يرجع يكلم يقول لي لا اقول المنتج حلو لا هو زي الزفت لو انا عايز اقول انه زي الزفت بس ده السبب عشان كده لو احزت مفيش اي فيديو سبونسر عندي على القناة كلها خالص الا في فيديو واحد هما الناس قالوا لي يقول اللي انت عايزه يعني الفيديو بتاعك هاش ريدر بس وادر فيديو الوحيد اللي كانوا مدييني فيه تجربة للابليكيشن بكل العملات بس لكن غير كده مفيش وسبوني يقول لي لا انا عايزه كعيوب ومميزات في البرنامج وقولت كل نفسي فيه فانا بتجنب دايما النقطة دي عشان محدش يتحكم في رأيي لانك اولا مش تصق فيها بعد كده علي ازايك عامل ايها السلام عليكم رمضان كريم تقبل الله من ومنكم الطعاة حبيبي تسلم يا ربا عندي كم سؤال فاضل حبيبي ولا يم يعني ايه زبزبات مش فهم اثنان حينما اتصفح بالمفيديا بعض من اصوات التنقل تختفي في البداية تصورت هذه مشكلة في اضافة اصوات التنقل لكن من جربت اكثر من اضافة اتضح هناك مشكلة في صوتي مع العلم حين افتح برنامجي في الخلفية مثله لعبة تظهر اصوات التنقل المختفية اه غالبا ساعة بص 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 اه ده بيبقى بسبب اللاج تعليق ليسا الا فيه فيه تريك كده عرفها لي صديقنا العزيز ابو المودة من الناس متابعين القناة وحد جميل اوي ان شاء الله هعملها لكم فيديو فوز بيخلي ان فيدي اين بيبقى اولوية في المهام بتاعة الجهاز بتاعك فغالبا لو عملت الموضوع ده مش حيلاج معك لعبة ثلاثة ماهو بريفت فاولر بلندوز وهل هناك مشاكل اذا تم حذفه؟ اه لا خالب يا مجرد ملف ملفات مؤقتة يعني امسح بعدي اربع اريد حل مشكلة بالحماية في الندوز فحينما ادخل على فتح امن وندوز يظهر لتنبيه الصفحة غيرة متوفرة يتمتع مسؤول تكنولوجيا المعلومات بامكانية وصول محدود لبعض مناطق هذا التطبيق والعنصر الذي تحاول الوصول اليه غير متوفر اتصل بمكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات لمزيد من المعلومات اه بص ده غالبا لان انت مش الادمنستريتر في الجهاز بتاعك يعني ممكن يكون مثلا انت محمل انت فيروس تاني على الجهاز بتاعك او انت مش الادمنستريتر في ايميل بتاع الجامعة او حاجة كده هو اللي موجود على الجهاز بتاعك فهو بيد دي حاجات معينة فتأكد ان انت داخل باميلك انت مش باميلك جامعة بس ده الفكرة ما فيه وزي المترك لو انت مثبت ايه انت فيرس تاني غالب ان الصورة دي هتوصق الشكل ده هيصار لك برد خمسة هنالك طريقة في الاجهزة التي لا يعمل عليها تطبيق الصوت الذكي ثمارة فوايس بان يشتغل التطبيق بأجبار الهاتف بالتحويل الى لغة الامارات العربية المتحدة وتتم هذه الطريقة بواسطة تطبيق بعد وتطبيق تمنى ان تشرح الطريقة مش عارفها قوي بس مش يعني مش للا خليني بس اكابي الكومنت ده خمسة هنالك طريقة في الاجهزة خمسة اتمنى ان تشرح الطريقة كوبي اهو تماما ولو كده لو عرفت الطريقة لو لقيت نفسي يعني عرفت الطريقة بتستخدم ازاي هشترح لكم الفيديو لي لأ عبدو حميد اسمع الفيديو اللي فيت وانا لسه ردد على نفس الطريقة لشوي مسائل خير السلام عليكم كم رقمك السلام عليكم السلام عليكم اقول في الفيديو عادي زائد اتنين صفر واحد صفر تسعة تمانية اتنين اربعة خمسة صفر خمسة تمانية بس ملحوظر كل الناس علي النعمة حد هيبعت الفجر يصحيني منهم لعمل له بلوك عشان فيه ناس بتعمل الموقف ده كتير والله على ايه بيتصل بي مسلا الساعة خمسة الفجر مش في رمضان يعني في رمضان ايه ببقى صاح الساعة خمسة الفجر والله فيه حد في مرة قال ليه ايه ده هو انت مش صح عشان صال الفجر لا انا مش صح عشان اصال الفجر ليه حرام عليك لا وانت بتصل تقول ليه حرام عليك ولا بتصل عيسى فيه عم ففيه النسب تطلب حاجات غريبة الصلاح مساء الخير مساء الخير السلام عليكم كم رقمك عبد الرحمن عبد الرحمن علي النعم لو طلع تقريب واللين اللي انا عارفه ده لنفخ لا 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 بست شبه اسمي شبه اسمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا استخدم تطبيق اكبيلتي في اسوى لكن المشكلة هو عندي انه لا يقرأ الايموج نموز المشاعر الايموجي يعني انا لا يقرأ كل الايموجي هو يقرأ بعض منها واحيان لا يقرأ باللغة الانجلي زه في الايموجي فمل حل هذه المشكلة الوحيدة في تطبيق اكبيلتي في اسوى انا اندرويد 13 اه لو انت بتستخدم القرأ الصيني تقدر بتخش تعدلها منها يعني هي في القرأ الصيني كاختيار وغلابها ما بكونش مشكلة في اكبيلا قويا يعني هي ممكن او بمعظم الوقت بيكون مشكلة في الناطق مش في اكبيلا لان اكبيلا بتنتقى الايموجي في سعيتي اتاكد بس انك ظابط الاعدادات بيتهيالي مفيش اعداد اصلا للايموجي في محرك اكبيلا مش فاكرة بسراحة بس غالبا هتقدر تثبتها من ناطق نفسه مش من المحرك الصوت اوكي كده احنا خلصنا الاسئالة للنهاردة طيب كل سنطيبين الشباب بنا يجعلوا شهر سهيد علينا ان شاء الله اقول ان شاء الله ان انا اجهزدوكم مسابقة في رمضان ده ربنا يسهل لو ما قددتش يبقى عذروني يعني تمام او انا ببزل قصار جوه دي تمام في شوية حاجات خلينا تنقش معكم فيها برضو بما ان انا عادين هنا شوية حاجات صغنونة كده تخص القناة بالنسبة لكورسي البرمجة الجديد فهو غالبا هيبقى بعد الامتحانات ماشي فهيبقى قوة عن تطور التطبيقات المراتي ممكن نستخدم ال.NET ماوي ودي بتطور التطبيقات للويندوز والماك واللينكس مش عارف هتدعم لينكس ولا لا بس عاربا على وقتها هتدعم لينكس واندرويد وايفون فيه برضو فلتر برضو ودارت بيعملوا نفس الموضوع اكذا يعني ممكن على وقتها اكيد هعمل لهك استطلاع رأيي هنا ونعمل برنامج قوي جدا كلنا بيه مع بعض بإذن الله الفكرة كلها ان انا مبسوط قوي بمستوى الناس اللي وصلوا عندي في الكورسات لحد النهاردة يعني انا وصل فيه ناس عندي من اللي بياخدهم معي كورسات يقدروا يدوا كورسات في الحاجات اللي هم اخدوها دلوقتي بالزات كورس اللينكس انا منبهر قوي بالناس اللي فيه عندي كسا شخص انا مش عايز اقوله عشان الحسد والله مش فيه حاجة تانية مبهرين وصلوا المستوى انا يعني مش مصدقوا الناس دي وصلوا لفل احتراف في اللينكس وتمكن في استخدام النظام رهيب غير كده فيه ناس منهم عاملة مواقع حلوة قوي يعني فيه منهم ناس عملت تطبيقات حلوة قوي بالبيثون بس لسه ما نشرتهاش لانهم لسه بيحدسوا فيها لكن فيه حد منهم عامل برنامج كرائد بي دي اف رائع بجد يعني هيعمل ثورة في الموضوع فبجد بياجبني انا بحس ان انا عملت حاجة لها لازمة لما لقي ان فعلا حد اتعلم مني حاجة حد ومش بس ان اسمه يعني انا اللي انا بحاول عامله انه مش بس بس بعلمك اللغة انا بعلمك تعمل بها ايه فده اللي انا مبسوط بيه او ان الاقي حد منكم مثلا اتعلم مني برمجة وده فتح له باب رزق وبقى دورتي بيشتغل وبيكسب بالدولار في كزا حد برضو كده فانا مبسوط ايه بالنقطة دي ان انا يعني ان الموضوع فتح باب رزق الناس كتير وده الهدف يعني انا لما بقولك انك هتيجي تعلم مني برمجة بقولك تعالي عشان تقدر تكسب فلوس اينا هو ده الهد اصلا هتعلم برمجة ليه او هتعلم حاجة ليه لو مش هقدر استفيد بيها في حياتي في اما تسهل علي حياتي اما تكسبني فلوس فايد الفكرة فان شاء الله على حسب الكورس الجاي هيبقى هو الكورس اولا اللي المتاح لين او الاسهل ليكم انتم وسانيا اللي هيكسبكم فلوس اكتر على حسب بلادكم العربية اللي فيها يعني ايه اللي هيوفر لك اكبر عدد من الوظايف طب ايه اللي وظيفته اعلى من كزا يعني مثلا المرتب الافرج الاول مش عارف الافرج بالعربي يعني بس المتوسط متوسط المرتب باللغة دي اكبر او بالفريمورك ده اكبر من التاني هتدد بتلاقي بيش اغوله اكتر اكيد ده اللي انا هشرحه بازن الله لان انا نفسي ربنا يكرمكم كلكو يا رب بس قولوا لي لو عايزين فيديوهات معينة انا احب اسمع اكتراحاتكم غير اقتراح ان انا اعمل فيديو عن فريدة ونلود مالجا افكروا والله واسجل الفيديو حاضر ماشي اعاي اقتراحات تانية قولولي يعني حد عنده فكرة حد عنده سؤال حد عنده اقتراح حد عنده تعديل على حاجة مثلا يعني خلاني اتناقش سوا كده خليك لطيف وتناقش معي في التعليق تقول كل اللي انت عايزه ماشي وملحوظة يا شباب بس قبل ما اقفل الفيديو اي حد بيقولي اني عنده مشكلة في حاجة حاول تديني تفاصيل بكرة الامكان فيه تفاصيل زي ما ترك يعني قبل ما تحطيلي التعليق وتقولي مثلا ايه لان فيه فيه ناس بتبعاتي مثلا تقولي ايه انا باجي اعمل حاجة بتتعملش طب ما تتعملش ليه اقول ليه لا امعرفش اقول له طب ازاي يا حبيب بيظهر لك خطأ طب بيظهر لك حاجة طب بيتعمل لك فلازم انت تديني تفاصيل اقدر اعرف منها فكر انت كده قبل ما تسأل يعني قبل ما تسيب لي السؤال قول هل دي معلومات كفاية احمد يقدر يعرف منها غالبا لا المعلومة اللي انت شايف انها مش مهمة احطها في التعليق برضو هي مش هتخسر معك في حاجة بس تدقني هتوسع لي انا مدركي هتسهل لي ان انا اديك اجابة سهلة فهمت قصدي بس رسالة طيبين لايك وشيروا سبسكرايب تفاعل بتاعكم مش هاجبني الشاب والله ابهروني خدون ابهركم كان معكم احمد سامي سلام عليكم